اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا أستعمله كالشيلد أتجابي C2 عشان كذا فوق الت شيلد السلام عليكم بس فإذا أنت حاب مثلا أنك تطلع مثلا دمج عالي ترى يطلع دمج يعني شوفوا في كل تلفيلة شوفوا كم يعني معنا 60% فرق فأي فرق يعني بس أنا من مهتم صراحة برضه عندك الشيلد ممكن أنك أنت تعطي له كراون بس أنا برضه يعني ما أعتمد عليه لأني صدقا ما أستعمل جنجلي كثير طيب نجي لشاو يعطي له تربل كراون تقول لي ليش؟ ما أقول لك C6 لكن واقعيا يعني كذا إذا أنت مثلا اللاعب شاو سي زيرو أعطيه نورمل وأعطيه الألتي أما السكيل يعني حتى لو تخليها تسعة أفضل أو ثمانية أحد الأسباب أن أنت ما عندك إلا ضغطتين سكيل لكن أنا C6 السكيل عندي شغال 24 ساعة فالموضوع يفري شنها من الشخصيات برضه اللي الكراون حقها يعطي بف مرة حلو شوفوا البونس كم يزيد يعني شوف ناس يعطوها كراون لكم إيولا لا تغلطوا غلطتي أنا تحمس كنت شاب متحمس فجيت قلت يولد والله النورمل راح يطلع دمج يلا أعطيها كراون طوف أعطيتها كراون فهي يعني أوكي تستاهل تستاهل تربل كراون ولكن مو ذاك الشيء يعني حتى الرجل في ناس C6 ما يعطوه الألتي فنصيحة لك أعطيها ألتي الباقي هي تسعة تسعة خلاص سلام عليكم طيب نجي القانيو عندك النورمل ضروري أنك يعطيها كراون راح يفرق في الدمج مرة فرق حلو يعني وهي أساساً دمجها كله على النورمل يعني ساهل عندكم شخصيتائك صراحة من وجهة نظري ما تستاهل في السكيل رغم أنه يعني دمجها تقريباً طيب يفرق شوفكم تقريباً حول 30% ولكن أفضل أن كنت تعطيها بس النورمل والألتي أن هم دمجها الأساسي عندكم ساين وصراحة برضو أنا كنت متهور وتحمست شوية أعطيت كراون هنا وصراحة يعني وطيب بس الله أهمدي فلو يرجع بي الوقت صراحة ما توقع أن أعطي كراون ما ما توقع لا عندكم ميكو والله يشوفوا في ناس يعطوها سكيل وصراحة يفرق يعني تقريباً 13% هنا 10% يعني فيه فرق ولكن ما بدلي على حسب إنت إذا أنت مثلا تحب الشخصية أعطيها مثلاً على الألتي شوفكم يفرق أو اللي هو السكيل على حسب إذا أنت مثلا تحب الشخصية دوس أعطيها كراونات فيها فرق حلو يعني طيب نجي البال في ناس كثير تغلط وتلفل مثلاً النورمال أو مثلا تعطي كراون في السكيل إخوان كراون السكيل والله مرة يعني حرام حرام ما يسوأ فأعطيها الألتي بس مثلا الألتي هي اللي تحتاج أنك تلفلها الباقي اللي هنا خاص خليها تسعى وكفاية طيب نجي النهدة هذه من الشخصيات صراحة اللي تستاهل أنك تعطيها الدبل كراون بالراحة فشوف الفرق بقريباً كم 21% النسبة اللي تأخذها وتحويلها دمج ما بالكم الدمج اللي فوق طراحة تستاهل حتى هنا برضو تم تصير هذا النسب ترمره مرة تفرق هذا برضو الوقت فأعني طراحة طيب ظن غريب ما أتوقع أنه يسوأ أنك تعطي كراون ما أظن أليه 9-9 أفضل لك نيلو برضو نفس الشي حتى يعني أنا تحمست وعطيتها 9-9 ويما تحتاج عرفين أنت بـ Level 1 رح طلع ناس الدمج اللي أنا أطلعه لأنه هرجتها كلها في تفاعل بلوم فما يسوأ الأشياء هذه آياته أنا تحمست وعطيته كراون هنا صدقا ما توقع أنه يستاهل كراون ممكن تعطيه بتسعة فرص كفاية 9-9 كفاية وهنا طبعا ما تستعمل هذا الشي نجي لي ليلان إذا عندك C1 وفوق أعطيها كراون هنا وهنا إجبار أنك تعطيها كراون رح يفرق معاك في الدمج مرة 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 حلو فرق مرة كويس وكل دمج أساسا من الـ LTE الساب بورتي تعتبر كعاة C0 كوفكمي لأنك تعطيها كراون يعني شخصية هيدر هيدر حقها مرة قوي فتعطيها كراون كم ستوق أحتهيلك كم 20 ألف لا يسوأ صلاح طيب نجي للإيومية الذي صراح ستستاهل دبل كراون بجدارة عندكم هنا في كل ضربة سيزيد فرق ملحوظ أشوى الفرق هنا اللي هو الضربة الخامسة في فرق حلو حتى هنا فروقات حلوة فتستاهل الناس اللي مثلا تلعب بها دوس لكن انا يعني صراحة يعني ما لعب بها كثير رغم انها كويسة ولكن ما لعب فيها وكراوناتي يدوبك عندي ثنين طيب نجي الهتاو اتمنى انت ما تغلط هذا الغلطة اذا انت مثلا ادم ما تلعب بهتاو كثير فالافضل انك نعطيها النورمل بس اولا اذا انت ادمي تلعب بها كثير و يعني خاص بتوصلها للماكس اعطيها كراون في كل التالنت يعني رح تبدأ دمجها مرة مرة رح يزيد يعني بزيادة فتستاهل والله مرة مرة تستاهل يعني شوف هنا دمج اللي تشرتك يزيد تقريبا 20% ففرق مرة مرة حلو طيب كذا هنا برضو الالتي رح يزيد ديلوك برضو من الشخصات اللي ممكن انك تعطيها كراونات و في كل الاشياء ولكن يعني ما لعب ديلوك فليش اعطي وله هو فيه فرق يعني شوف كم فرق مرة مرة ملحوظ هنا شوف كم 30% تقريبا يعني فرقات حلوة طيب الآن بدأنا نخش تقريبا في الورستار تقريبا نتوقع هايزو ممكن تعطيه في اللي هو الاسكل راح يطلع لك دمج اعلى غير كذا لا هذه لا تعطيها اي كراون بشل لا تعطيها كراونات برضو البيدو ممكن تعطيه إذا انت مثلا مهتم في البيدو تعطيه اللي هو الاسكل بس لا تروح هنا لا غلط كم حيطة للك منها 20,000 30,000 40,000 50 طيب بعدين لكن الاسكل دائم معك فيستاهل سكب صراحة كلي برضو سكب ولكن إذا انت مثلا تحب كلي ما هذا الممكن النورمل لأنه دمجها كل من النورمل ينجين صراحة في ناس يعطوها على اللي هو الالتي كراون راح يزيد عندك بنسبة اللي هو البوف حقها ولكن يعني تخصي تسبورت حس حرام يعني سكرس ما يحتاج سارة برضو ما يحتاج إلا إذا انت مثلا مرة مهتم في موضوع البوف حقها راح يزيدك شوفكم زياد يعني هاي طيب بصراحة بس ما يسوء ما يسوء لا شنكشون صراحة من الشخصات الكويتة أنك تعطيها في اللي هو الالتي يستاهل كراون الالتي بالراحة الاسكل مو شرط صح أنه دمجها حلو لكن يعني مو شرط أنك تعطيه لكن هو هم شيء اللي هو الالتي دمجها سيفرق معك مرة ريزر ممكن تعطيه في النورمل لأنه دمج كله نورمل في الالتي برضو يعني ممكن توم لا لا تعطيه شيء فينتي برضو نفس الشيء لا تعطيه شيء طبعا سكب يعني ما يحتاج عندك مونا إذا أنت ما عندك سي ثري وفوق فأعطيها كراون الالتي يعني كذي عشرة طبعا فوق العشرة ما رح يزيد اللي هو البوف حقها اللي هو هذا الستين بالمئة تهمك في الستين بالمئة هذه طبعا تعرفين أنه هي إذا فكت الالتي رح يزود دمج اللي يعني يجي من الشخصيات الثانية على العدو فهذا باختصار يعني فستين بالمئة تقع تزيد مع الليفلات الليفل عشرة توقع اغورو شخصية سابورتس يعني ما يسوى لنيعطي كراون صراحة رزاري برضو ما يسوى بيدو ممكن تعطيها الت إذا أنت يعني تبقىها ودمج بس برضو ما يسوى هنا ما يسوى جين ما أظن إنه يسوى صراحة نويل إذا أنت تعبها كامل ممكن تعطيها في الـ سيطر وفي الت يعني ممكن هذه برضو ما تسوى ما تسوى هنا برضو ما يسوى لكن إذا أنت تبطلع بدمج عالي مرة في الألتي أعطي كراون هنا كايا برضو ما يسوى أنك أعطيت تريبل كراون أستغرب من الناس اللي الله أكايا جميل أعطيت تريبل كراون طب يا أخي هذي محسوب عليك ترى يعني كراونات ترى مهي مهي كذا فور فيت يعني كل تحديث يأتي كراون واحد فلازم لازم تستعمل زي الناس هذه السكب كتشينغ صراحة ما أعرف لها يعني يكون صادق معاكم ولكن دمج الحركات كلها تقريبا كويس ففي الغالب إذا أنت مثلا مر مهتم تريبل كراون سهل زيها زي ديلوك هذه برضو تعطيها في الألتي من نورمل كلها ديونا ما توقع أنه تحتاج كراون يعني باست وصلها تسعة كفاية أصلا تحديبها سيئات راح يكون اطناعش تقريبا فحلو حلو ما يحتاج ليسا ما أظن فيه أحد يعبها يعني ولكن إذا أنك تبغى دمج ونشوت مثلا أعطيها كراون هنا ينفي من الشخصيات البرضو زي ديلوك فأخذ ديلوك كمثال يعني كل السكلات أو كل الحركات كويسة نورمل السكل الألتي كلها ممتازة ثانيا ما توقع أنك أنت راح تبنيها أصلا أو تلعبها ولكن إذا قررت يعني والله أسمع على الأطفال ما ما يسوى سكيب سكيب أمبرنس الشي ما يسوى أنك تعطيها شي هذه برضو ما يسوى هنا ما يسوى فتقريبا يعني لخصتلك الموضوع كامل كل الشخصيات اللي في اللعبة أهم الشخصيات التي أعطيها كراون بل على الألتي فقانيو في اللي هو النورمل عندك نهدة دبل كراون السكل والألتي كازها قلنا لأ هيو اللي عندك برضو الألتي حقها مرة حلو رح يفرق معك يلان في الألتي هوتاو تريبل كراون صراحة مرة برة قوية بزيادة أوفربور هنا عندك برضو دبل كراون يعني كما تكلمنا قبل فهذا الفكرة فلا تعطي مثلا شخصي أنت مثلا أوكي أنت شخصية تحبها إلى عين وراسي ولكن يعني تخيل خير بالله شنغلينك طيب تروح تعطيها تربل كراون طب هل أنت حتقوا تلعب زي كذا أنت حتضرب نورمل ولا تجي مثلا شالد أنا شالد أحبه مرة أبعطيه تربل كراون هل تلعب بشالد زي كذا هل حتلعب زي كذا جاوبني لا عشان كذا ما يسوأ كازوها هل حتقوا تضرب زي كذا أنا فاهم أنك أنت تنقذ تضرب هذا يعتبر من النورمل ولكن ما يسوأ ما يسوأ حرام يعني الأضياء والموارد زي كذا والله مرة مرة يعني شي شي يزع تجي طالة تلاقي واحد مثلا معاه كاية ولا معاه شخصية كذا يعني ما تسوأ عليها كراونات بوف تربل كراون طب لسه في قدامك شخصيات حتجيبها فيه يعني أشياء زي أنا دي حين متورد رغم أننا ما أعطيهم يعني كراونات تقريبا الأغلب كويسة ما في كراون سيئ إلا ممكن آياته فمس والله هذي فكرة المقطع لكم العائفة على المشاهدة لا تنسوا لكم والاشتراك بكم على خير وما السلامة